الوفد المرافق كان في الحقيقة مذهب في الموضوعات التي أسرناها سواء في اللقاء المنفرد اللي عقدناه أو خلال المباحثات الموسعة فأنا بعتذر إذا كنا اتأخرنا على سريتكم بعض الشيء أنا في البداية برحب بالمماثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية ونائب الأول للرئيس المفاوضية الأوروبية في زيارته إلى القاهرة جوزيف بوريل صديق عزيز كان لنا الفرصة للتواصل في عديد من المناسبات في إطار السعي المشترك لدعم ما نعتبرها علاقة ذات أولوية وأهمية بالنسبة لمصر للعلاقة التاريخية الممتدة فيما بين مصر وشركائها الأوروبيين سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء العلاقة بين الشعوب عابرة للتاريخ والاتصال والقرب والتأثير المتبادل شيء واضح للجميع خصوصا في مواجهة التحديات العديدة اللي بتواجه كل من مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات المتلحقة خلال الفتر الماضية تجعل من الأهمية تكسيف التعاون فيما بيننا من أجل المصلحة المشتركة على أسس من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة في التحدي الأوروبي والمفوضية تقدم كثير من الدعم المصري في نواحي كثيرة سواء كانت تنموية أو في إطار الأمن أو اتصالا بخضايا الهجرة وبالتأكيد أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية أتت بعوائد أيضا مشتركة هذه العلاقة ممتدة لأكثر من عشرين عام منذ توقيع على اتفاقية الشراكة بما يقتدي دائما أن يتم المراجعة للتأكد من أن الإطار التعاقدي القائم فيما بيننا يأتي بكل ما نسب إليه من منافع ونستطيع أن نقوم أي نواحي نقدر أنها تحتاج إلى مراجعة وإلى التنفيذ لها بأسلوب أكثر قدرة على تلبية احتياجة الطرفين خلال مباحثاتنا تطرقنا بشكل مذهب إلى العلاقة الثنائية فيما بين مصر والمقوضية الاتحاد الأوروبي في كل مناحي التعاون أهمية إيجاد فرص جديدة لهذا التعاون اتصالا بمجالات اللي ظهرت خلال السنوات الماضية خصوصا مجال الطاقة والطاقة المتجددة والربط بين مصر والقرى الأوروبية قضية تنوع مصادر الطاقة تناول التحدي الخاص بتغير المناخ وغير ذلك من النواحي أيضا الدعمة للمساعي مصر نحو التنمية المستدامة ولكن بالتأكيد أيضا تناولنا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المسترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل إلى حل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود رابع من يونيو سبعة وستين وعاصمتها الكدس الشرقية وكيف نستطيع أن نعمل سويا من أجل تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالوضع في السودان في ليبيا في شرق المتوسط قضية الهجرة قضايا حقوق الإنسان والتعاون فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار مشاورات وتواصل بعيدا عن توجيه الاتهامات ولكن في إطار اكتساب الخبرات ورفع الكفاءات وأيضا القدرة على شرح التطور القائم في مصر في كافة النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية اتصالا بمساعي الحكومة المصرية في تنفيذ الاتزامات الخائمة في الدستور المصري وأيضا الرغبة دائما في مراعاة احتياجات الشعب المصري وحقوقه بالتأكيد أنه أيضا الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية ذات اهتمام مشترك وأنا عائد من زيارة كل من كيف وموسكو في وفد رئاسة دولة رئيس الوزراء فكل المواضع في الحقيقة نستطيع أن نتعامل معها من خلال التعاون فيما بيننا تحدر الأوروبي شريف اقتصادي الأول لمصر ونسعى أن تزيد الاستثمارات الأوروبية للعوائد الخائمة نصر سوق كبير ولكن أيضا تحقيق التنمية المستدامة يعود بالمصلحة أيضا على الاتحاد الأوروبي في أنه يمنع الهجرة غير الشرعية ويؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة وتستطيع مصر استمرار أن تلعب دورها في تهدئة الأوضاع وأن تكون مثل لعوائد الاستقرار برحب بالممثل الأعلى مرة أخرى وبتطلع إلى الفرص اللي تجمعنا في المستقبل وتكون قريبة وبشكره على الجهد الشخصي اللي بيبذوله واللي بلمسه في إطار اقتناعه بالهمية هذه العلاقة والعمل المشترك في تدعمها فبشكره وبرحب به ومتطلع دائما للقاءتنا شكرا 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 أعلم أنك رجعتك ذلك من رحلة من كييف ومن موسكو وأقول مرة أخرى أن هذه كانت فرصة طيبة لعقد مستهاذها اللقاء المطول وقد تناولنا العديد من القضايا المشتركة ذات الاهتمام المشتركة التي تهم كلا الجانبين وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية هذه هي الزيارة الثانية لي وهي الزيارة الثانية لي بحكم منصبي كالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي وأعتقد أننا قد التقينا كثيرا في لقاءات ثنائية وقد وضعنا أطرا كثيرا من أجل تحقيق أهدافنا وأعتقد أن لدينا الكثير ولدينا كثير من القضايا ونستطيع أن نحقق أعلى مستوى من التعاون على كافة المستويات وكان لدي عظيم الشرف للقاء سيادة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وكذلك التقيت كذلك بالأمين العام لجامعة الدول العربية في خلال هذه الزيارة القصيرة كان هناك كثير من الفوائد التي حقيقة تطلعنا إليها وحققناها بالفعل خاصة في خضم هذا العالم المليء بتحدياتي حاليا اسمحوا لي أن أقول وبوضوح شديد أن هذه العلاقات الثنائية بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي في واقع الأمر إنما هي تجلب المنافع والمصالح لكل الطرفين أعتقد أنها علاقات مميزة ونحن نتطلع إلى مزيد من علاقات أفضل نحن نحاول أن نوسع من هذه العلاقات وأن نطورها حتى نصل إلى مستوى مثلي من التعاون حينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بملف الطاقة والطاقة المتجددة فنحن لدينا بالفعل شركاء جادون مثل الجانب المصري ونحن سعداء للغاية بهذا التعاون ونحن نسعى كذلك إلى تسريع آفاق التعاون المشتركة ونسعى إلى تجاوز كافة التحديات من أجل الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي والجانب التجاري فبالفعل هناك علاقات قائمة ونحن نسعى إلى تطوير مثل هذه العلاقات ونحن نتعاون عن كثب وعن قرب مع الجانب المصري ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات كثير من المشروعات تناولناها في مباحثاتنا وهي هامة للغاية ونستطيع أن نحقق أفضل معدل خاصة حينما يتعلق الأمر بالشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل دفع عملية التنمية إلى الأمام إذن نحن حينما نتحدث عن الجانب الاقتصادي لدينا رؤية عميقة ولدينا حوار سياسي كذلك ونسعى إلى تطويرهم حينما يتعلق الأمر بملف القضايا الإقليمية وخاصة في السودان وأعتقد أن قضية السودان قضية هامة للغاية للجانب المصري بالفعل أنتم لديكم أكثر من خلال هذه الأزمة أكثر من 2700 نازح سوداني في مصر أعتقد أن لديكم بالفعل تحدي كبير هنا وأعتقد أنه ينبغي توجيه الشكر للجانب المصري وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيسعى دوما للتعاون مع الجانب المصري من أجل معالجة هذه القضية ومن أجل استقبال الكثير من اللاجئين ومساعدة مصر في هذا الإطار نعتقد أن هذا دور أساسي وكذلك يقع على عاطقنا ونحن نقدر ونثمن كثيرا ذاك الدعم الذي تقدمه وخاصة حينما يتعلق الأمر بكرم الشعب المصري وهذه الاستضافة الكريمة للاجئين السودانيين خلال هذه الأزمة ونحن بالفعل قمنا بالعديد من المبادرات وأعتقد أننا ينبغي أن نضع إطارا لإيجاد حلول وهنا لا بد أن نضع في اعتبارنا اعتبارنا أن مصر تعد ركنا وركيزة أساسية حينما يتعلق الأمر بالملف الإفريقي ونحن نشجع ونساند وندعم مصر من أجل تجاوز كافة الصراعات في إفريقيا ونعرف وندرك جيدا أن مصر دورها دور أساسي في حل كافة الصراعات وبالتالي لا يمكن تحقيق أي حل بجودي أن يوجد تعاون مشترك بين كل الأطراف ونحن نؤمن بذلك حينما يتعلق الأمر بفكرة الهجرة لقد وجدنا وقرأنا وسمعنا في الإعلام عن ما حدث من غرق المهاجرين على بعض السواحل في البحر المتوسط وهذا في واقع الأمر إنما يدفع بمزيد من الجهود حتى نستطيع أن نضع حدا لفكرة الهجرة وأن نضع في اعتبارنا أن هذه الإشكالية وهذا التحدي لا يمكن مواجهته فقط من جانب واحد أو دولة واحدة نحن نعترف ونؤمن ونقر بذلك ونرى أن هناك دور رئيسي علينا كذلك في التعاون مع مصر وأعتقد أننا ينبغي أن نضع حدا لهؤلاء الذين يتاجرون بالبشر وهؤلاء المهربون نحن ندرك ونعرف جيدا هذه المخاطر ونستطيع أن نقول أن هؤلاء ينبغي أن يتم وقفهم وخاصة حينما يتعلق الأمر كذلك بحقوق الأطفال وقبل أن أأتي إلى قبل زيارتي إلى مصر كان هناك كثير من التحديات وأعتقد أننا بالفعل أنكم بالفعل تستطيعون تقومون بذور رائع ومميز في هذا الإطار ربما أعتقد أن مصر بالفعل لديها تحدي كبير لأن بها عدد كبير من السكان وفي الوقت الذات فهي تستضيف آلاف اللاجئين من دول مجاورة وهذا أمر نقدره للغاية وفي واقع الأمر كذلك تقوم بصر بالحفاظ على أرواح هؤلاء الأفراد وكذلك حينما يتعلق الأمر بالتعاون الأمني فنحن لدينا إطار كذلك لتبادل الأراء والأفكار ونحن نعتبر أن مصر ستكون بمثابة عنصر استراتيجي للحوار مع القارة الإفريقية ومن خلال الشراكة فإن القارة الإفريقية نحن نؤمن بأن القارة الإفريقية تحتاج إلى مزيد من التنمية والمشروعات التنموية خاصة في مناطق بعيدة مثل السومان وفي المناطق الساحلية وفي كثير من المناطق الأخرى وبالتالي فنحن نؤمن كذلك بالتعاون المشترك في هذا الإطار لقد تبادلنا الأراء كذلك حول عملية السلام وفيما يحدث في ليبيا وفي سوريا وكذلك بقضية السد المهضف في إثيوبيا لا أستطيع أن نقوم بتلخيص كل النقاط لقد تطرقنا إلى كثير من النقاط وخاصة القضية المياه وما مدى حيوية هذه القضية لمصر ونحن نعرف ذلك فالنهر النيل يعد شريانا أساسيا للحياة وللوجود في هذه البلاد ونحن بالفعل سوف نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار وبالفعل تناولنا كذلك إشكالية الصراع بين أوكرانيا وروسيا وهذا الغزو الغير مبرر والذي لا يحمل أي صفة قانونية ونحن نؤمن ونقر بأن مصر تلعب دورا أساسيا حتى هناك كثير من التأثير وأعتقد أن هناك أزمة تتعلق بالغزاء وهناك كذلك أزمات أخرى ناجمة بسبب هذا الصراع وخاصة حينما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وحماية أرواح الأبرياء والمدنيين ومن أجل ونحن نطالب ونؤمن بالسلام ونحن نرى أن هذا هو الحل الأمثل نحن سويا نؤمن بهذا الأمر هل تعرفون من هو الطرف الأكثر حرصا على السلام إنه الطرف الأوكراني ونحن نعرف ذلك ولكن الأمر يتوقف على حسب المواقف والسياقات وأعتقد أنكم هنا في مصر تمثلون قيادة القارة الإفريقية وزيارة المسؤولين المصريين لكييف ولموسكو نحن نقدرها ونتطلع إلى نتائج جيدة من هذه الزيارات من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو السلام وحتى نحقق السلام العادل والدائم لكافة المناطق في العالم وحتى نحافظ على أراضي الأوكرانية معالي الوزير وصديق العزيز شكرا جزيلا مرة أخرى على حفاوة الاستقبال وعلى مناقشة هذه القضايا الهامة وأنا أتطلع إلى مزيد من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك حتى نستطيع أن نحقق أفضل النتائج لكلا الجانبين معالي الوزير والمؤسس الأعلى سيد إبراهيم مصطفى من الأخبار اليوم تفضل سهل الخير إبراهيم مصطفى جايدة الأخبار سؤالي للسيد جريزي بوريل السنوات الأخيرة شاهدت الكثير من الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية فهل سيد بوريل أن يطلعنا على مزيدا من التفاصيل بشأن ذلك شكرا جزيلا كما قلت من قبل أن هذه العلاقات العلاقات هذه تتحسن في السنوات الأخيرة ونحن نؤمن كذلك بأن هناك إشكاليات ونحن نتناول كل الأمور بصراحة وهذا نرى أن هناك مزيد من التعاون المشترك بين كل الطرفين من أجل أن وخاصة في القضايا ذات التحديات مثل السودان وفي أثيوبيا وفي الشرق الأوسط ونحن بالفعل نسعى إلى تحقيق مزيد من التحسن في هذه العلاقات تم التوقيع على وصوصة الأولويات لسنوات 2021 حتى 2027 وهذه القائمة هي قائمة مسهبة وتتناول كل مجالات التعاون فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر ونحن الآن بصدد وضع الأليات التنفيذية لتحقيق هذه الأولويات وكثير منها بالإضافة إلى ما تفضل به المماثل الأعلى أيضا مرتبطة بيهود التنموية في مصر مشاريع الاقتصادية التي تؤهل الاستمرار اليهود والبرامج المصرية في مجالات الارتخاء بالمستوى الاقتصادي للبلاد الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول التجاري حجم التبادل التجاري بين البلدين اتفاية المشاركة وما تتيحه من نفاذ السلع على الجانبين كلها أمور نعمل على زيادة حجمها نعمل على تنميتها والمكون الاقتصادي في هذه العلاقة وتنفيذ المشاريع التي ذكرها المماثل الأعلى فهو إطار متكامل يصب في مصلحة متبدلة ويسهم كثيرا كما تفضل المماثل الأعلى دائما لدينا تموح بأن تكون هناك موارد أكبر لأن التحديات في الحقيقة كبيرة سواء كانت اقتصادية سواء كانت أمنية ونأمل أن تكون الموارد متاحة لمزيد من التعاون فيما بيننا وأنا واثق بأنه المماثل الأعلى يشاركني في الرغبة في أن نجد الموارد اللازمة لمواجهة هذه التحديات وبالقدر اللي يكون له تأثير حقيقي في التصدي له أستاذ أحمد جمع اليوم السابع تفضل السؤال موجه لمن؟ أستاذ أحمد جمع المحرر الدبلوماسي في اليوم السابع سؤال لسيد جوزيب بورل خلال الأشهر الماضية شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيدا مستمرا ضد الفلسطينيين على إثر وبوط حكومة بها شخصيات إسرائيلية متشددة لا تؤمن بمبدأ حل الدولتين مثل بين جفير أو سموتريتش هل لك أن تطلعنا على موطف واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لخفت حالة التصعيد بين الجانبين ودفع عملية إعادة إحياء حل الدولتين خلال الأشهر المقبلة شكرا جزيلا فيما يتعلق بالجانب الأوروبي أعتقد أن الأمر واضحا أن الطريق الوحيد من أجل إنهاء هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل كل الدولتين وهو يقوم على أساس التفاوض بين كافة الأطراف فنحن نؤمن بفكرة السلام وقد تحقق السلام بالفعل مع كثير من الدول العربية وحتى نحقق السلام نريد تحقيق السلام كذلك مع الفلسطينيين وهذه قضية لا ينبغي نسيانها وهذا السلام ينبغي أن يقوم على أساس حل الدولتين مع بعضهم البعض في سلام وأمان ويضمن كافة الحقوق هذا لا يأتي من السماء فجأة ونحن لا نت... هذا سوف يأتي فقط من خلال المفاوضات المفاوضات الحقيقية حتى نصل إلى صياغة تفاهم وينبغي أن نحاول أن نرجع كلا الطرفين إلى طاولة المفاوضات وفيما يتعلق بفكرة تصاعد العنف هذا في واقع الأمر يؤكد أن الحل الوحيد هو في المفاوضات نحن بالفعل لدينا قلق ومخاوث من فكرة هذه الأحداث العنيفة المتصاعدة وأعتقد أننا حينما كنا في شرم الشيخ تناولنا هذه القضية وتطرقنا إلى آليات تحقيق السلام ونحن نتطلع إلى الجهود المصرية من أجل تخفيض حدة العنف ونحن نتعاون مع الجانب المصري في هذا الإطار ومع كثير من الهيئات الدولية حتى نستطيع أن ننهي هذا الصراع وأن نحيي مرة أخرى عملية السلام حتى يعم السلام في منطقة الشرق الأوصل ونحتاج إلى الجهود في هذا الإطار ونحتاج إلى الجهود المصرية مصر بالفعل دورها دور مركزي ورئيسي ولا يمكن الاستغناء عنه وعملية السلام لا يمكن أن تنطلق إلا بمصر أولا فمصر تلعب دورا أساسيا في هذا الإطار ونحن نتطلع إلى الدور المصري وسوف ندعم هذا الدور بكل قوة وسوف نستمر كذلك ببازل الكثير من الجهود حتى نستطيع أن نحقق الهدف في نهاية المطاف سامير عمر من سكاينيوز لوضع آلية دائما ربما لدعم الدول المتأثرة بصدافة الشقاء السودانيين جراء هذا الاقتال الداخلي وأيضا ما يتعلق بتصورات مصر للخروج من هذا المأزق مالك عقار النائب رئيس المجلسي للسوداني موجود في القاهرة والتقى رئيس عفتاح السيسي اليوم وأشار بوضوح إلى أن دور مصر مهب وأشار أيضا إلى الخطورة التي يمكن أن تحدثها استمرار الأحداث في السودان السودان سريعا كده برضو سيد بوريل قال في لقائه أو عقب لقائه بالأحرى الأمين العام للجمعات العربية إن لقاءا وزريا أوروبيا عربيا تم إلغاؤه بسبب عودة سوريا للجامعة العربية وقال إن هذا قرار السيادة للدول العربية لكنه أيضا أشار لتحفظ أوروبي واضح وظهر في تأجيل هذا في إلغاء هذا الاجتماع رد الموقف المصري على هذا القرار الأوروبي شكرا جزيلا فيما يتعلق بالسودان بالتأكيد أن قضية السودان أخذت حيث كبير من المشاورات فيما بيننا للإحساس المتبادل بأن هذه القضية لها تأثير واسع النطاق على أمن واستقرار المنطقة وبالتبعية أمن واستقرار أوروبا وأن ما يحدث في هذه المنطقة له تأثير على أمن البحر الأحمر على قضية مقاومة الإرهاب على أهمية الحفاظ على الاستقرار بالدول والمؤسسات الشرعية وعدم انزلاقها نحو الفوضى لأنه يصعب فيما بعد ذلك استعادة الاستقرار وكل ذلك له تأثير بالغ على مقدرات الشعب السوداني وبتأكيد العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني معروفة وتلاحم الشعبي ولكن أيضا التواصل الجغرافي فيما بين الدولتين يجعل كل شيء يحدث في أي منهما له تأثير البلغ على الجانب الآخر مثل تبزل كل جهد في احتواء هذه الأزمة تركز جهدها الحالية على وقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة إلى الحوار نعمل من خلال تواصلنا مع دوائر مختلفة التي تتناول قضية السودان الإطار الثلاثي الرباعي من خلال الاتحاد الأفريقي ولكن بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي وأعضاء الاتحاد لها أيضا دورها وأهمية التواصل معها كل الجهود الآن تركز على قضية الوقف القتال لكن علينا أن نبحث فيما هو يتعدى ذلك إلى كيفية استعادة الاستقرار استعادة الأمن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والوصول إلى خارطة طريق للمستقبل تضم كل أطياف السودانية وتحقق مصالحها لمصر معرفة بحكم الجيرة وبحكم التواصل للأوضاع في السودان علاقات وثيقة مع الشركاء على مختلف الأسعادة في السودان وتأولنا أهمية أن نتعدى مجرد القضية الحالة التي هي خاصة بوقف العديدات إلى كيفية استئناف المصار السياسي كيفية التعامل مع القضايا من منظور واقعي منظور يحقق مصلحة الشعب السوداني ويحمي من تدخلات الإنسانيجية التي ربما تسعى لتحقيق مصالح تتعدى مصالح الشعب السوداني نحن على أتم استعداد للتواصل الإيجابي مع كافة الأطراف لدينا تواصل مع دول الجوار وتنسيق وسيخ معها وبالتأكيد أن هذه خضية لابد من أن تكون هناك وحدة رؤية إذاها من كافة الشركاء الفاعلين ولكن من منظور واقعي يؤدي إلى تناول القضايا الرئيسية وفي المقام الأول الحفاظ على الشعب السوداني ومقدراته نعم مصر تستضيف أشقائها وأتاحت الأشقاء في السودان للجوء إلى المصر وهربا من ويلات الحرب والمخاطر هذا بالتأكيد يأتي بقدر من الضغوط الاقتصادية لكن مصر دائما تتطلع بمسؤوليتها تجاه أشقائها وتستضيف أعداد كبيرة جدا من اللاجئين من أوضاع سواء كانت أمنية أو اقتصادية في بلادهم لا تقيموا عسقرات لاستضافتهم ولكن تفرقهم في الحيز المصري بكل حرية وبكل رعاية تستطيع الدولة أن تقدمها الممثل الأعلى أشار إلى المساعدة التي يقدمها تحديدا لمواكد هذا الأمر لكن أيضا تحدثنا عن الإطار الأوسع لاستضافة مصر لعداد كبيرة من اللاجئين والحاجة إلى مزيد من التعاون والدعم حتى تستطيع أن تلبي مصر وتتطلع بمسؤوليتها وفي نفس الوقت هذا يعود بالمصلحة على أوروبا هذه قضية قضية أصبحت قضية حساسة في الدوائر الأوروبية داخليا في الانتخابات الأوروبية وهناك تجاذبات كثيرة على الساحة الأوروبية فيما يتعلق بالمسؤوليات الملقاة على الدول الأوروبية للتعاون مع هذه القضايا ليس هناك دولة أوروبية تستضيف العدد الذي يستضيفه مصر وبالرغم من ذلك نحن نفعل ذلك من مقتدل التزام بالإطار التعاهدي الدولي اللي نحن ملتزمين به ولكن من منطلق التاريخ المصري الطويل في رعاية أشخاءها وفي احتضانهم لكن نحتاج إلى الاستمرار الدعم من قبل أشخاءنا في الدول الصديقة لأنها مصلحة في النهاية مصلحة مسترخة مصر أصبحت دولة مقصد وإذا تعثرت الأمور هتعود تاني وتصبح دولة معبر وهذا سوف يضع ضغوط كبيرة على الاتحاد الأوروبي ودوله علينا أن نتعامل من خلال التعاون للتعامل مع هذه الخضية وكما تحدثت فالممثل أعلى في ذاته يقدر بأن التعامل مقدر هو ليس كافيا ولكن علينا أن نبحث عن الموارد التي تكون لها إسهام أكبر في تناول هذه الخضية فيما يتعلق بجزئية الاجتماع الذي كان مقرر أن يعقد فيما بين دول جماعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والقرار الذي يتخذ في الهاية هو تطور مؤسف لأن أعتبر أن هذه علاقة التي تجمع 27 دولة أوروبية بـ 21 دولة عربية هي علاقة عميقة وعلاقة متشعبة وعلاقة يستفيد منها الطرفين وفي إطار الثنائي تستمر الدول الأوروبية في سعي لتوثيق علاقتها مع الدول العربية استفادة من هذه العلاقات الاقتصادية استئناف سوريا لمقعدها هو قرار جماعي تتخذ على مستوى الجامعة العربية وتم التحذير له من خلال إطار لمجموعة اتصال العربية ضمت مصر والمملكة العربية السعودية والأوردن والعراق ضمت في مرحلة ما الحكومة السورية ممثلة في وزير الخارجية الوضع خارطة الطريق تم اعتمادها بوجود وزير الخارجية في عمان حددت ما هو المصار حتى يتم استعادة تطبيع العلاقات العربية السورية أسكت وركزت على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وتناول كافة القضايا الأخرى التي تصب في مصلحة الشعب السوري في المقام الأول كنا نتصور أن يكون ذلك محل تقدير من خبر شركائنا في أوروبا أن يكون هناك اهتمام بهذه العلاقة الوثيقة وهذا الاجتماع لم يعقد آخر مرة عقد كان من أربع سنوات فأنا أعتبرها فرصة ضائعة نأمل أن نتجاوزها سريعا من منطلق حرصنا واهتمامنا بهذه العلاقة سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المؤسسي فيما بين المجمواتين مع تقدير أنه كل الجهود التي تبذلها نصر وأشقائها العرب هي في رعاية المواطن والشعب السوري الشعب السوري عانى كثيرا عبر سنوات العشر الماضية على كل أن يتحمل مسؤوليات وإزاء هذه المعاناة وأن نتعدى الماضي وننظر إلى الأمام ننظر إلى كيفية التعامل مع القضايا بشكل يعيد الاستقرار ولكن يراعي أيضا معاناة الأفراد العاديين وبالتأكيد أن الشعب السوري يستحق الرعاية والاهتمام وتجاوز محنته وأزمته أخذ السؤال الأخير أستاذ سارة شلقاني الدستور سارة شلقاني الدستور سيادة الوزير سامح شكري حضرتك عدت صباح اليوم برفقة دولة رئيس الوزراء من مهمة سلام إفريقية لروسيا وأوكرانيا هل لك أن تطلعنا على أهم أو أبرز معالم هذه الزيارة خلفيتها وأهدفها وكذلك تقييمكم لنتائجها شكرا المسعى الأفريقية يأتي من منطلق اهتمام الدول الأفريقية كلها وهذه المجموعة موثلة للقرى الأفريقية بالسعي لتحقيق السلام وتجاوز الأزمة التي نشأت من خلال الصراع الروسي الأوكراني الهدف من البعثة كان بالاستماع إلى كل من الطرفين الأوكراني والروسي وفي نفس الوقت الاستكشاف إلى أي مدى نستطيع أن نتجاوز الحرب الدائرة أن يتم وقف إطلاق النار أن يتم العودة إلى نوع من الحوار الدبلوماسي من منطلق أنه أي صراع عسكري لابد أن ينتهي في النهاية من خلال الوسائل السلمية حل النزعات من خلال الوسائل السلمية هو أحد المكونات الرئيسية في مساق الأم المتحدة نعلم تعقيد الموقف ولكن أيضا من منطلق الأثار التي ترتبط من هذه الأزمة على الدول الأفريقية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وأثرها لضغوط في التدخم الأمن الغذائي والأمن الطاقة كل هذه هي تدعيات لهذا الصراع تأثرت بها دول القارة تأثر كبير لها مصلحة ذاتية ولكن أيضا مصلحة أوسع فيه الاستقرار العلامي والعمل في إطار الوسائل السلمية تم لقاءة على مستوى رئيسي البلدين تم الاستماع إلى وجهة نظريهما تم طرح الرؤية الأفريقية نحو تحقيق انفراج في هذه الأزمة وانتقلها إلى دائرة الحلول السياسية بتأكيد أنه